هو ده اللي احنا دايما لازم نحفظ عليه ولا نسمح بنهياره بأي شكل وهو ده دور الدولة وبصراحة انا عايز حي وزير الشباب والرياضة لان هذا الرجل قد قام بما قام به وتعامل مع الامر بكثير من الصبر هذا الرجل تعامل بكثير من الصبر مع هذه المسألة وكان فيه انتقادات وانت ليه ما بتخلصش وانت ليه ما بتعملش ولكن كان هناك مصلحة نادي الزمالك